عبر عدد من البحارة عن معاناتهم جراء حملة الاعتداء المنهج الذي تمارسه السلطات القطرية ضدهم حيث أقدمت الدوريات القطرية على انتهاك حقوقهم باستخدام القوة ومن ثم اعتقالهم وجرهم إلى السجون في السنوات العشر الأخيرة ضاعفت السلطات القطرية من حملتها العدوانية الممنهجة ضد بحارة البحرين وهو الأمر الذي تسبب لهم بأضرار جسيمة من الصعب حصرها انتهاكات وتعديات وإجراءات قسرية تعرض لها هؤلاء البحارة الذين خرجوا لكسب رزقهم قبل أن تعترضهم وتصطدم بهم الدوريات القطرية أنا دش وعلينا دش بقوة بطرار يدوم يدشون عليك ودعمونك ووجون عليك أسلحة ويلبسون أقنعها أقنعها مخيفة أنت تخاف تقولها شلو اللي يايك ما تعرف شلو اللي يايك شي مروع يخوفونك وبعدين يودوننا حق محاكمة ولو هناك الدرب اللي ياخذك يوديك وحطونك في سيارة شلنا صندوق يعني الله عزك من الحيوانات يدخلونك وودونك ليه دخل تنتظر هناك بالمحكمة لين يحكمون عليك لا أو تعال ثروة سمكية وتعال يحكمون عليك لو إذا عندك سمتش واحدة حكموا عليك بألفين دينار ويتوقف الطراد سنة سنتين بس انسى أمره بعد يروح عليك الطراد مالك مكاين عليه يعني الواحد اللي يدفع قيمة مكاين كم قيمة المكاينة غالية المكاينة ويتمون يبهدلونك ويأخذون من عندك قرامات ويأخذون من عندك يسجنونك ويوقفونك يعني مواقف وياك ما فيه أي اهتمام كنا لأنت واحد ولا شيء مع أن نحن كلنا خليجيين وشعب واحد يسوون فينا ليش هاللون ومبعارفان ليش تصرفاتهم اللون هل يرضي هل قطر وحكومة قطر بهالشي اللي يتعاملون ويانا خف السواحل ودورياتهم معاملة لا إنسانية تعرض لها بحارة البحرين من قبل عناصر الدورية القطرية تصرفات تؤكد تجاوز النظام القطري لاعتبارات ومبادئ حقوق الإنسان وحسن الجوار ويعكس لغة العنف التي يمتهنها هذا النظام خلال الفترة ما بين 2010 و2020 استوقفت قطر 650 قاربا و2153 شخصا وهو ما يعد مخالفا للوضع القائم قبل أكثر من 200 عام في مجال صيد اللؤلؤي والأسماك بسامل بدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين